حضرتك لفيت العالم بالكامل أظن ما سيبتش دولة وحضرت في كافة جامعة العالم إيه أغرب سؤال وجه لك؟ لا سؤالة كتيرة جدا أنا بقى دائما من الأطفال لما طفل مرة يسألني يقول لي أنت اكتشاف بميومات ثانية هل موم يكلمتك؟ واحد تاني يكلم أنت نخلت الهرم الهرم دا ليه قوة سحرية بتساعد على أن الأشياء يعني بتعود يعني بيبقى فيه أسئلة غريبة كتير جدا لأنه فيه ناس كتير جدا في العالم بيعتقوا خطأ يقول لك الأهرامات دي بناها الجملة السماء طبعا كم دا كلام غلط إطلاقا عندنا كل الأدلة اللي بتسبت المصري لهم بونات الأهرام وأنا كشفت مقابر عمال بونات الأهرام فعندك أن العامة في كل مكان في الدنيا ساعد بيسأله أسئلة غريبة جدا وحاليا يا دكتور فيه قاويل بتقول أن الفرعنة ألده حضارة المايا والمكسيك وبابل لا 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 تلقى لقى نحن حضارتنا هي الأنم حضارة بابل المتتوازن معنا لكن نحن كحضارة فرعونية أو مصرية قديمة أول معارف الكتابة أي شعب هو الشعب المصري القديم دكتور زاهي من رأيك وخبرتك يعني بتشوف أكتر الشعوب هوسا بالأثار الفرعونية والله العالم كبير مفيش يعني شوفي الإيطاليين الأمريكان الفرنسويين الألمان هوس في كل مكان في الدنيا كل مكان بروحه بحضر فيه بشوف الهوس موجود لأنك لو جبت الطفل الغير عنه 8 سنين قلت له مصر هيقولك تتعنخ أمون الهرم أبو الهول والمميوهد هل مصر تستطيع أن تكون الخبر الأكثر تداولا في العالم يوميا بسبب الأثار المصريين؟ طبعا وهي فعلا أي كاسفة أسرية كيف يا دكتور؟ بالكتشفات الأسرية كتشفات الأسرية بتهز الدنيا في كل مكان وعندنا كل يوم فيه كشف أسري جديد لدينا اكتشفات أسرية جديدة ولكن هل الإعلام بيديها حقها؟ بيديها طبعا أي كشف أسري الدنيا كلها بتتكلم عنها الإعلام من كل مكان في الدنيا لأن الإعلام أجنبي بيتم أول حاجة بيتم بالأثار وكتشفات الأسرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر